اشتركوا في القناة الى مجلس النواب بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء اقليميهما وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة على ان يأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة المقبلة كما نقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن ازالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها